يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونوارني في هذه الفقرة كابتن الكبير جدا كابتن حسين ياسر المحمدي نجم نادي الأهلي والزمالك الصابق كابتن حسين منهور الدنيا ودائما بسعى بوجودك معنا أهلا وسهلا بك كريم أهلا وسهلا أخبرك إيه؟ الحمد لله كله خير تمام تأكيد نبدأ بالنادي الأهلي النهاردة بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز شفت فوز النادي الأهلي السنة دي بالبطولة إزاي؟ ألف مبروك لنادي الأهلي طبعا للفوز بطولة النهاردة 43 وكل جماهيره ومجلس إدارته واللعبين والجهاز الفني مكسب مستحق طبعا عمل موسم كبير وطوق به كمان بطولة إفريقيا وعمل مستوى كبير على مستوى إفريقيا كمان مش بس على مستوى الدوري طبعا ده حالة دوري لازم هو واحد بس اللي بكسب فريق واحد بس هو اللي بكسب الناس كلها بتطعب الدوري محتاج نفس طويل طبعا محتاج سكواد كبير جدا أن أنت تقدر تحافظ على البطولة محتاج جهاز فني على أعلى مستوى محتاج حاجات كتير يعني المكسب ما بيجيش بسهولة يعني النجاح نفسه وعاوم النجاح ما بيجيش لأني أو ما بتتكررش ممكن تيجي في مرة بالحظ لكن على مستوى أن أنت تتواصل في الاستمرارية يكون فيه استمرارية في أن أنت تكسبوا الكلام ده كله محتاج مجهود كتير طبعا هل سأل كابت الحسين ياسر المدرب بقى رأيه كيف مارس الكولر في يعني أنا زي ما قلت برضو زي ما كنت أنا سمعت منك بتقولها كريم أن أي حد بيمسك النادي الأهلي بحق أبو طلاط طبعا ودي حقيقة مش نقدر نكرها يعني أي مدرب جي النادي الأهلي الإمكانيات اللي موجودة كلعيبة وكل حاجة متوفرة فإنت لما بكون مدرب مدرب جماهير بالضبط كده عندك العامل أن أنت تنجح فالنادي الأهلي برضو بيرفع اسم أي مدرب بيجي سواء كان جاي من الخارج أو جوه مصر النادي الأهلي بساعده حاجات كتير أوي قبليه كان موسماني قبليه فترات كتير يمكن الوحيد اللي ما توفقش معاهم في فترة اللي كانت تعتبر فترة أنت قلية للنادي الأهلي سوارش جي في وقت صعب جدا كمان فهو الوحيد اللي يمكن جيه في الكونفلك دوت اللي حصل في المشلك طبعا أنت تتكلم على مارس الكولر وهو شغال في منظومة النادي الأهلي فبينجح زي ما أنت قلت كده كل مدربين بيعدوا ينجحوا لا طبعا لازم يتديله حق الراجل مش معقول أنه هو جاي ينجح كده لا دي مش بايلك لا الراجل اشتغل كويس قوي طور من الناس كتير زي ما أنت قلت هو ده الفرق بين مدرب ومدرب ان المدرب بيجي بيطور من أداء اللعيبة نفسها يعني شفنا فيه ناس غابة الفترات بيبقى فيه تفوت في المستوى ممكن تعله شوية بعد كده تقطه تاني لكن هو مع الراجل صراحة الناس وبالذات المميزين لا اموزين زي ما تكلمنا عن بيرسيته ولا عن حسين الشحات ولا غيره الناس بدأت ترجع بجد المستوها وبتقدم مستوى كويس معاه محافظ كويس أو على قط اللبس عنده وما فيش مشاكل لس معناش أي حاجة الراجل لا قيادة كويسة جدا قيادة المبارات كويسة جدا فبقى النتائج معتغدش ان هو بيجي بايلك زي ما قلتلك راجل على المستوى عالي كويس جدا لكن برضو زي ما نقول العوامل اللي موجودة بتنجح ان هو يبقى يوصل يعني انت وفرتلي كل حاجة اكيد بنجح فيه ممكن لو مدرب تاني ممكن ما كانش يقدم كل دوت فعلا النادي لأه ولا كان قدر يفوز بطولة افريقيا ولا كان يفوز بالدوري ولا كل دوت ونفس العيبة اللي كان بعض الانتقاطات العالية زي حسين الشحات محمد هاني بيرسيتاو العيبة عملت موسم رهيب وعظيم جدا طبعا طبعا نستحقوا الشكر على المجهود اللي عمله دوت طبعا ونتمنى بقى لاستمراري زي ما قلت يعني نتمنى متبقاش فترة وخلاص عايزين نشوفه منافسة دي كتير